بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على النبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو فيديو جديدة اخواني اخوتي مرحبا بكم على قناة حريا تيب لا تنسوا شبرك اللي دخلوا معنا جدد يشتركوا وفعلوا جرس بشي الحكم كل جديد وشكرا جزيلا لكم في هذه الفيديو اخواني اخوتي معلومات كما العادة معلومات جديدة على الحرقة معلومات على الجارية الجزائرية وكل ما يخصكم وكل ما يفيدكم اليوم في هذا الموضوع اخواني اخوتي رحينا هدروا على كيفية طلب بطاقة العلاج اام وكذلك رحينا هدروا على القانون الجديد اللي هدر عليه وزير داخلية في مجلس الامة واللي راح يعني خبر يفرحكم اخواني اخوتي في ميدان العمل وتسوية الوضعية تابعوا معايا الفيديو للاخر باش متراطيوش حتى معلومة واذا اعجبكم المحتوى ما تبخلوناش بلايك الفيديو ومشاركة الفيديو مع احبابكم واشتراك في القناة كذلك لتشجيعينا نبدأ على بركة الله نبدأ على بكيفية طلب بطاقة العلاج اام المجانية للمهاجرين السريين بفرنسا انت حراك في فرنسا نعم لديك الحق في الحصول على العلاج مجاني كيفزف لما يعرفوهاش بطاقة العلاج المجانية للمهاجرين السريين بفرنسا غالبية الحراقة المتواجدين بفرنسا يظنون انهم بمجرد كونهم حراقة ليس لديهم اي حقوق الا انه يجب ان يعلموا ان لديهم مجموعة من الحقوق بما فيها الحق في العلاج بالمستشوية الفرنسية كباقي المواطنين العاديين غير ان غالبية الحراقة والمهاجرين السريين ليست لديهم الدراية الكافية في هذه الامور وفي هذا المقال وفي هذا الفيديو رح نوضح لكم اخواني اخواتي الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستفادة من بطاقة العلاج هذه الطريقة الصحيحة يعني ركزوا عليها واستعملوها ان شاء الله ما يكون غير خير وراحين تحصلوا عليها بطاقة العلاج المجانية للمهاجرين السريين بفرنسا بطاقة العلاج المجانية في فرنسا هي بطاقة يستفيد منها كل الحرقة وهي عبارة عن اعانة طبية من الحكومة الفرنسية بنسبة كاملة وشاملة يعني نسبة العلاج تكون مئة بالمئة متخلصوا حتى فرنك من جوبكم دون اداء ولا درهم لمدة سنة وقابلة للتجديد يعني تدروها مدة سنة وتقدر ترنوفليوها مزايا هذه البطاقة المجانية راح نهادرو لهذه البطاقة مجموعة من المزايا الصحية التي يمكن ان يستفيد منها المهاجر السري مثل العلاج لطبيب الأسنان مجانا الاستفادة من جميع العملية الجراحية إجراء جميع الفحوصات الطبية الاستفادة لللقاحات ضد الأمراض الاستفادة من الأدوية تكون مجانا شروط الاستفادة من هذه البطاقة يستفيد من هذه البطاقة كل شخص قاطن بفرنسا بدون أوراق الاقامة باستثناء القاطن بجزيرة مايو وهي جزيرة تابعة لفرنسا لكن لا يستفيد القاطن بها من هذه البطاقة يجب أن يكون الحراق قد أقام في فرنسا على الأقل مدة ثلاثة أشهر بدون انقطاع يعني لازم تكون عيش في فرنسا أكثر من ثلاثة أشهر تسحب منه ويصبح من حقه الاستفادة من التغطية الصحية المطلوب للاستفادة من بطاقة العلاج المجانية للمهاجرين السريين بفرنسا أول شيء يجب عليك القيام به هو ملء استمارة المعلومات تتضمن معلوماتك الشخصية ثانيا التوفر على أي وثيقة تثبت هويتك أي وثيقة تثبت وجودك بفرنسا لأكثر من ثلاث أشهر يعني عندك جستيفيكاتيف باللي راكت دخلت لفرنسا منذ ثلاثة أشهر شهادة طبية أو الطابع الموجود على الفيزا ولا أي أي حاجة ولا مثلا مع دخلت دلت لك اختتاع البيس ولا نابورت كالجستيفيكاتيف ثالثا شهادة السكن يقوم بها الشخص الذي تقطن عنه ولا كايني الليزاسوسياسيون اللي يديرو لكم ليزادغاس يعني جواز السفر مع نسخة من كل الصفحات هذا المستند بطاقة أو بطاقات الهوية الوطنية شهادة الميلاد أو دفتر سجل الأسرة مترجمة باللغة الفرنسية تصريح بعدم وجود دخل يعني تصبح حلم باللي ما عندك حتى دخل إخواني أخواتي كانت هذه هي المراحل وكذلك الوثاقة التي تحتاج للحصول على البطاقة المجانية للعلاج للحرقة بفرنسا ويجب على المهاجر كل سنة تجديد هذه البطاقة هذه البطاقة بالتوفيق للجميع إن شاء الله ذكروا للقانون اللي خصكم إخواني أخواتي والقانون الجديد اللي يهدر عليه الوزير الأول الوزير الداخلية عفوا لفرنسا دغمنا واللي يهدر على كيفية تسوية الوضعية دون اللجوء إلى الباتخو يعني ديروا تسوية وضعيتكم وحدكم بلا ما تلجئوا إلى الباتخو اللي دير لكم البابي حيث قدم وزير الداخلية الفرنسي جغال دغمنا مقترح جديد للحكومة يخص تسوية وضعية العمال الأجانب المقيمين بطارقة غير شرعية وحدد الوزير الفرنسي نقاط مهمة خص مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد الذي تحدث عنه الرئيس إيمانيول ماكرو منذ أيام قليلة في تصريحاته وقدم الوزير أمام لجنة القانون في مجلس الأمة التي استمعت إليه في الموضوع مقترحات الحكومة بشأن العمال الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني في فرنسا واستمعت لجنة القانون في مجلس الأمة لمقترح وزير الداخلية جغال دغمنا وهو عضو في الحكومة الأكثر اهتماما بالموضوع حول قانون الهجرة واللجوء الجديد يخص العمال الأجانب الذين هم في وضع غير نظامي في فرنسا بشرة صار لكم إخواني أخواتي واقترح جغال دغمنا تغيير القانون للسماح للعمال من المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بطلب تسويت أوضاعهم بأنفسهم وعدم انتظار أصحاب العمل للقيام بذلك كما هو الحال يعني القانون الجديد هذا اللي تكلم عليها الوزير الداخلية يالكم يعني تقدروا تقدموا لدوسيتاكم بش تسوي وضعيتكم ما تستنوش الباتخو حتى نقدم لكم لدوسيتاكم بس كولي باتخو رهم يستغلوكم بزف إخواني أخواتي ويعتبر المقترح خبرا صارا لهذه الفئة من المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتظرون تسويت وضعيتهم بعد سنوات من العمل وقال وزير الداخلية الفرنسي لا أجد أنه من الطبيعي أن صاحب العمل وحده هو الذي يمكنه طلب تسويت من يشتغل عنده إنه توازن قوي غير إيجابي للموظف موظحا في السياع إذا غيرنا القانون فسيكون ذلك شيئا جيدا وسهلا وأشار جغال درمنا أيضا إلى أنه علينا تحسين دماج الأشخاص الذين يعملون على أرض الجمهورية والذين يتعرضون للبيروقراطية الإدارية من جانب الأداء الإداري لوزارة الداخلية ولم يخفي وزير الداخلية الفرنسي حرسه على تعامل فرنسا بسرامة مع الأجانب غير الملغوب بوجودهم على التراب الفرنسي مؤكدا على ضرورة العمال على تسوية وضعية ومساعدة أولئك الذين يريدون العمل واحترام قوانين الجمهورية كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أيام عن ملامح قانون الهجرة واللجوء الجديد الذي سيتم إقراره مطلع العام المقبل 2023 وقال ماكرون خلال كلمته أمام الولات بأن القانون الجديد المتعلق بالهجرة واللجوء سيتم إقراره مطلع العام المقبل في مواجهة سياسية عبثية غير فعالة وغير إنسانية وأشار إيمانويل ماكرون إلى أن القانون الجديد سيتم بمعاملة إنسانية أكثر تجاه الأجانب القادمين على عكس القانون المعمول به حاليا الذي يتصف بنوع من العبثية فعلا إخواني أخوتي هذا هو القانون الجديد وما قاله وزير الداخلية هذه حاجة مليحة يعني إخواني أخوتي تقدروا تسوي وضعيتكم ووحدكم تجملوا لي فيش دبقية تعكم وتسويوا وضعيت تعكم وتخليوش لي فاتخون يستغلوكم يخدموكم في النواق ويستغلوكم وياكلوكم عارقكم يعني هذا مبادرة مليحة ماذا بها فرنسا كما قلت لكم في فيديوهات سابقة راه يتنقصها ليد العاملة لذلك راه محبوا يسويوا الوضعية التعالي نسل المهاجرين غير الشرعيين يعني في أقرب وقت وينحيوا المشكلة هذا على رواحكم بالعربية الدرجة كاين بزاك لي ما فهموش العربية الدرجة بالعربية الفصحة راح نشرح لكم دقيقة ولا دقيقتين بالعربية الدرجة يعني وزير الداخلية درما ناء البارح والهدر مع المجلس الأمة وقال لهم هادو الحرقة اللي راه مع التراب الفرنسي بدلوا لهم القانون عيوض ميد الباتخو التحم اللي ديروا لهم لي بافي ولي ديمارش لازم هما يديروا لي بافي التحم يديروا لي ديمارش التحم ويسويوا الوضعية التحم وواحدهم ما يتكلوش عن لي باتخو أما على الناس قال لهم بالصح لازم يحترموا القانون قانون الجمهورية باش يندمجوا في الاسوسيتي فخانسيز وقال لهم الناس اللي تعمى شاكل وتعمى سريقة وتعمى عنف هذوك لازمنا نكونوا صارمين معهم ولازمنا نرحلهم لبلادهم وظهر هذا باختصار تمنى شاء الله هالفيديو وفاديتكم إخواني أخوتي ولي عندوا أي سؤال يتفضل في تعليقات وننجاوبكم عليه بارك الله وفيكم فرطة جو المعلومة مع أخوتكم كاملين هذا أخبار مليح لكم ونقول لكم نهاركم زين وبقوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر